أنا بقالي حوالي ربع ساعة زي ما بيقولوا كده تحت الهوى مش بنرك وبأتكلم معاه مع مشاكل وجودية ودخلت في المنطق والفلسفة ولا ضرر ولا ضرار وغالي ما هنطلب شيخ الأظهر نسأله قبل ما نسأل أنا مكونش بتخيل هو متربي قوي بس أنا مش تخيله متربي قوي بسأله أحمد زيك ونور الشليسي وكأنه أنا ههد هرم من الهرمين لو اخترت التاني يعني فربنا يصبرني على الحلقة دي حبيبك 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 عمري دياب ايه مستغربة ايه مستغربة ايه لما انت كنت مستغربة احمد زكي ونور الشليس ما هيكت عادية المقارنة يا اخويا وما جاوبتش لا مقارنة مش كده عشان انت بس بتقارن راجل بستة طب انا قبل كده خارنت راجل براجل مستش عايز تجاوب ايه مقارنة راجل بستة هجاوب يعني انت هتجاوب امتا هتجاوب امتا يعني انت كده لفت انت السؤال يعني انا لا انا عايز افهمك انا ما سألتك راجل على الراجل ما اجاوبتش سيرد راجل وست مقارنة ما اجاوبتش طب اعمل ايه اقارن بين الزواحف والبني قدمين اعمل ايه طيب عشان انت بتختار ايه طيب عشان وبعدين ايه الحج والحجة اخلصوا في تربيتك لدرجة ربنا هيحسبهم عليها ايه طيب عشان انت جبتلي سكر في الحلق انا بقول لي انت اخوي يا جدع يا حج ويا حجة ده كتير اوي الاخلاص ده تربية كتير اوي والوقت بقى بيبص تربية واخلاق لما انا تعبت انت حبيب يا جدع ده حاجة والاخلاق حاجة طبعا يا حبيب انا معايا يا بابا انت وترتني انا انا ما كملناش سؤالين ماذا بقى طيب لا طيب ها مين او مين الشهر اللي بقى ارجعوا بقى سيد رجب ولا خلد الصور انت مصر على انت تطارن وانا سألتك على حاجات شخصية اللي تبقى سينجا بديه جدا طب انت لم يتعصب ايوه انت لم تتعصب لأ انا تعصبت عليك عشان حاجات تانية قولي انت دلوقتي سيد رجب ولا خلد الصور اللي اتنين موصلين جاملين جدا بجد انت فقعتها ليه المرارة 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 كده يا اخي انا مش عارف يعني شوات اللي تزوق شوات بواخة مفيش اي حاجة انت عاطوك كده محترم اسألك سوالي برا الكاميرا محترم جدا طب خلا بس يعني مش محوق يا طبعا لا لا انا مش متحوق انا متضايق حبيبي حتى الحياة الحياة ما تبقاش ممتعة من غير اباحة اه الدنيا الدنيا الطعمها بيحلوو لما يبقى فيها شوات قزارة لا خالص وقلت زوق غالياطا خالص يا ابني بققك مواخة انت سمعني يا محمد محتاجين قلت قد شوية قلت قد ما وعدكش شوية احمد زاكي او نقول الشريف اه ايه انت قلت احمد زاكي ما قلت احمد زاكي ما قلت احمد زاكي لما قلت خوف لما قلت خوف لما قلت خوف كنت اقصد قناية صح ولا والله لا انا هقولك ايه عمد نكمل لعبة تاعت اللعبة الواحدة دي اه ماشي او ايه الكلمة الواحدة دي ماشي اوكي او عايز تلعب لعبة تانية معك اه ممكن كفية تعديل علي في الحلقة بطلق اشانت خلاص دمرت الاعداد كله انا قلت لك انا بعتذل الاعداد انا بعتذل الاعداد لا ده الاعداد تتفاصل من المشاعة خلاص بشاهنة انا ولا المليجي ادحت لي ياه يعني انا جهوبت في الحاجات التالية حاجة او في العمار يعني انت خوبت مفيش فايدة قعد انت باشعور الناس كلها وجيت السؤال دي اذهب تداحك جاذب داحك دة سخرية مني انا بقى الانجاسو بالمليجي شكرا والله ابدا ياها انت خاف على قلب الناس كلها إلا انا ولا ابدا يعني وضحك لت خذيلي اجاوب اسمال لبي ت口 انا ولا و απ для никаких انتو الاثنين عمري شفت فاق أقول لك حاجة بأحلى إجابة قالت أغو المصحف وأخدها زي ما هي تمام جدا لأن كلهم أغلبهم قال الميليجي وبتاع فأنت الوحيد اللي قلت أنت لتنين الحمد لله يعني حاطتني في مقارنة مع الميليجي الحمد لله الكذب سألتيني عليها أبداً؟ لا، فقالت على الكسل نعم، قال الكذب والسرق الكذب والسرق كانت مقارنة، عند وقت يبقى أقول لك الكذب، نرجعنا للكلمة الواحدة الكلمة الواحدة؟ ماشي، كذب؟ أحبوش فيفي عبدو تازك عبيدة هقول لك اسم ماشي أسامي فواكه كل ما أقول لك اسم فاكهية هتقولي مفكرك بميم؟ إذا كان بقى شكلا مضمونا روحة اللي جي في بالك ساعتها لما أنا قلت الكلمة من الفنانين عم متل إذا كان بقى الجيل بتاعنا اللي قابلنا بس هتاخد الجملة على بعض أه، أه، ستات رجالة كل حاجة ماشي، ماشي، التفاح اللي أخضر اللي هو الميزز دا، اللي هو مفيد وطعمه ميزز نفسي أه، 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 أه نكتر من زيادة .. تاخد الكلمة على بعد واناو قلت شابا آه ايه قم بلاذ